قال عضو مجلس النواب عبد الفتاح محمد إن الحوار الوطني يعد حواراً وطنياً خالصاً وضف عبد الفتاح محمد أن الحوار الوطني شهد مشاركة كل القوى الوطنية حوار وطني خالص بناء نصل به في النهاية إلى الجمهورية الجديدة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تلاتين ستة بعد صورات الشعب المصري فيها شاف قد إيه هذه البلد كانت مهلهلة ونتج عنها في النهاية أن ما كانش فيه لا أمن ولا أمان النهاردة الحمد لله بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية هذا الوطن وبدأنا بعد مرحلة حصل فيها تطور وبناء للدولة من بنية تحتية وتشرعية وغيره من المبادلات السيد الرئيس النهاردة دعا في هذا الحوار كل القوى الوطنية أنها تعود مع بعديها وتخرج بمخرجات وطنية خالصة بعيدا عن أي هدمه أي شيء يلوس هذا الحوار